مع بدء العد التنزلي لإغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا تتزايد أعداد المرشحين للماراثون الانتخابي يوما تلو الآخر وفي خدم هذا أعلنت المفاوضية العليا للانتخابات عن مدونة قواعد لسلوك المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة محذرة من مخالفة بنودها وقالت المفاوضية أنه يشترط الموافقة والالتزام بمدونة قواعد سلوك للمصادقة على المرشحين ولعل أبرز ما نصت عليه المدونة أن يكون المرشح ملتزما بنصوص الإعلان الدستوري واحترام كافة القوانين السارية قبول واحترام القرارات النهائية الصادرة من المفاوضية احترام مبدأ تداول السلطة والتنافس بين المرشحين والحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد وكانت عدة شخصيات سياسية ليبية قد دخلت غمار التنافس في الانتخابات الرئاسية المقارر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل منذ أن بدأت المفاوضية العلية للانتخابات في استقبال طلبات المرشحين في الثامن من الشهر الجاري ويتصدر قائمة الترشحات كل من سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي فضلا عن فتح باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق ومن المتوقع أن تنظم أسماء أخرى إلى حلبة السباق الانتخابية وتحظى الانتخابات المقبلة في ليبيا بأهمية كبرى نظرا لأنها ستؤدي لاختيار أول رئيس منتخذ في تاريخ ليبيا وتمهد الطريق لإنهاء عقد من الفوضى التي تشهدها البلاد ترجمة نانسي قنقر